خلونا دلوقتي نستعرض معاكم كده الأخبار اللي هتحصل النهاردة وأبرزها صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر والنهاردة كمان هينطلق العرض الأول لمصرحية عيلة اتعمل لها بلوك واللي بتعتبر التعاون التاني بين الفنان محمد صبحي والشركة المتحدة الخدمات الإعلامية كمان النهاردة فيه أربع مباريات قوية في الجولة السبعة من الدوري المصري تفاصيل أكتر هنشوفها في التقرير اللي جاي بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيتم صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر الجاري وهي الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة النهاردة هتنظم أكتبة الإسكندرية من خلال مركز المخطوطات بالتعاون مع قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة الإسكندرية ندوة تحت عنوان تعليم العربية لأبنائها معوقات ومعالجات وده في إطار احتفالات اليوم العالمي للغة العربية النهاردة هينطلق العرض الأول لمسرحية عيلة عمل لها بلوك على خشبة مصرح سومبل بمدينة سومبل للفنون على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي المسرحية من تأليف مصطفى شهيب وألحان شريف حمدان وتعتبر التعاون التاني بين الفنان محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة السبعة هيلتقي سيراميكا كيلو باترا مع أسوان الساعة ثلاثة لربع الساعة خمسة هيلتقي الدخلية مع سموحة وفي نفس التوقيت هيلتقي الاتحاد السكندري مع فاركو والساعة سبعة بالليل هيكون لقاء المؤولين العرب مع أمبي